يوما بعد يوم يزداد زحف الجفاف في العراق ليترك آثاره الخطيرة على الأرض ويهدد حياة السكان ناحية الدجيل في محافظة واصد التي كانت تفخر يوما بأنها من أكثر البقاع خضرة وإنتاج للمحاصيل وخاصة الحنطة والشعير تحولت اليوم إلى أراضي جرداء بسبب الجفاف هذه الأرض من قضاء الحي والدجيل متصحرة بالكامل متصحرة بالكامل من المثلث إلى قضاء الحي إلى الدجيل إلى ناحية 29 ناحية 11 المزرعة متصحرة بالكامل السنة انحرمت من المياه ولم يوجد لديها زراعة في ناحية الدجيل مع العلم ناحية الدجيل أراضي مستصلحة وجيد جدا وتطلع انتاجية لا بأس بها بالسيادة لأسف السنة التي شحت المياه ويؤكد المسؤولون والفلاحون في ناحية الدجيل أن الإهمال المتعمد وغياب مشاريع الإرواء والسدود ضاعف من مشكلة الجفاف التي استفحلت في السنوات الأخيرة وهذا الإهمال نحتقد إهمال متعمد لأنه يفترض بالدولة أنه توليها اهتمام توليها مشاريع ري يعني كان بالإمكان الآن إقامة فرد مشاريع إضافية من الغراف أو من دجلة وتروح باتجاه الجزيرة باتجاه الصحراء لأنها أراضي الجزيرة أراضي خصبة جدا ولكن عانت الإهمال يعني زراعتنا مثل ما أسلفت لك إنه كل سنة يعني زراعتنا السنة تقلصت إلى تقريبا 1% أو 2% من المساحات التي شنا نزرحها سنوية طبعا نحن من خلال قناتكم الكريم أن نطالب بوزارة الموارد المائية بأن يكون هناك اهتمام لهذه الناحية من ناحية تبطين المشروع الدجالي وأيضا معالجة المشاكل والتكسرات في عمود المشروع وأيضا صيانة شبكات الرأي والبجل الموجودة في المنطقة لأن المنطقة تعتبر مهمة من الناحية الزراعية أراضي كانت من بين الأكثر وفرة وإنتاجا للمحاصيل تحولت إلى بيئة صحراوية ما دفع الفلاحين إلى التفكير بهجرتها بعد أن كلفهم الجفاف والإهمال خسائر فادحة تركت آثارها على محافظة وسط والعراق بشكل عام